السيد الرئيس تشدد المجموعة العربية على أن أي محاولة سافرة للتهجير والترحيل القسري للفلسطينيين من وطنهم أو التهديد به إلى جمهورية مصدر العربية ودول الجوار هي جريمة مدانة ومرفوضة وتعد خرقا جسيما لاتفاقية جينيف الرابعة للعام 1949 السيد الرئيس نود التذكير هنا بأن ما تمارسه إسرائيل لا يعتبر حقا في الدفاع عن النفس ومن المؤسف ما يتم تكراره قبل بعض الدول في أن إسرائيل لها الحق عن الدفاع عن نفسها في قطاع غزة التي هي أرض محتلة ونذكر هنا بما ورد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل للعام 2004 وبالأخص في الفقرة 139 في هذا الرأي والذي لا يمنح إسرائيل حق الدفاع عن نفسها في الأرض الفلسطينية المحتلة وما ينطبق هنا هو أحكام القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالرد العسكري على الهجمات المسلحة في الأراضي المحتلة حيث يستوجب على قوة الاحتلال أن تحترم مبادئ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين والأعيان المدنية وعدم توجيه الهجمات على المدنيين والأعمال المدنية كما يحصل والتناسب في الرد واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية المدنيين ومن خلال متابعة تطورات الأوضاع من الواضح أن أعمال إسرائيل العسكرية في غزة لا تحترم الحدود الدنيا التي يستوجبها القانون الدولي الإنساني وهي حتى لا تدعي بذلك كما سمعتم قبل قليل وتصريحات كبار مسؤوليها السياسيين والعسكريين لا تدع مجالا للشك في أن ما ترتكبه وسترتكبه سيتجاوز كل محظور قانوني وأخلاقي وإنساني ضد شعب أعزل لا يستجيب لاستغاثته المجتمع الدولي السيد الرئيس تجدد المجموعة العربية التأكيد على أن السلام العادلة والشاملة وفقا لقرارات الشرعية الدولية وموادرة السلام العربية هو خيار عربي استراتيجي يمثل السبيل الوحيد الذي يحمي المنطقة بأكملها من دوامة العنف وفي الختام نؤكد على أن إسرائيل لن تحصل على الأمن والسلام ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على الأمن والحرية في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وشكرا سيد الرئيس